ولذلك احذر ما كب الناس في وجوههم على مناخرهم إلا حصائد ورسيتهم هذا ومن أخطر ما تقول بلسانك القول على الله بغيره احذر 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 لا يغرنك أن الناس يقولون فلان جاهل لا يغرنك أن الناس يقولون فلان لا يفتي لا يغرنك أن الناس يقولون فلان تراجع عن قوله والله لأن تقوم بين يدي الله عز وجل سليما من أن يقال لك لما قلت ذاك خير من أن ينظر الناس إليك بعين وقار قال أحمد يجاء بي يوم القيامة وقد غللت فيقال لي يا أحمد من أين قلت هذه المسألة فأقول يا رب حدثني بها وكير ابن الجراح الكوفي فيفك غلال أحمد فيجاء بي وكيع مغلولة يداه فيقال لي وكيع من أين جئت بهذا فيقول وكيع حدثني بذلك منصور بن المعتد فيفك غلال وكيع ويؤتى بمنصور فيقال لمنصور وقد غل من أين جئت بهذا فيقول حدثني به إبراهيم النخعي فيفك غلال منصور ويؤتى بإبراهيم مغلولا فيؤتى بإبراهيم مغلولا فيقال له من أين قلت هذا فيقول حدثني الأسود ويزيد عن ابن مسعود به فيؤتى بهما مغلولين فيقال من أين جئت ما بذلك فيقولون حدثنا به ابن عباس ابن مسعود فيأتي ابن مسعود مغلولا فيقال له من أين جئت بهذا فيقول حدثني نبيك عن جبرائيل عنك يا رب اجعل بينك وبين العلم وساطة وهو النقل والأثر واجتهت غاية اجتهادك إن كنت مكفيا فأحمد الله في المدينة في عهد التابعين من من في عهد التابعين أبناء الصحابة وتلاميذ الصحابة ومن اكتحلت عيونهم برؤية من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأاه ولمن رأى من رأاه قالوا إذا سئلوا عن الطلاق لم يكن يجيب في المدينة كلها إلا سعيد ابن مسيد مدينة حاضرة العلم لا يفتي إلا رجل اسأل الآن طلاب الشريعة كله مستعد يفتيك وأن جالس وهو يشرب ماء باردا وهو أسهل عليه بل ربما شرب الماء أسهل عليه من فتوى في الطلاق والطلاق يتعلق ببيت فكيف إذا كان متعلق بقضايا الأمة العظيمة بعض الناس يأتي بأمور غريبة بأمور مهلكة للحرف والنسل والدم يأتيك بأشياء فيها قتل واستباحة أموال وأعراض وتكفير للمسلمين لأنه جلس هو وثنين من زملائه في غرفة مغلقة وتكلم في شرع الله وعنت في أذهانهم فكرة تحكم على الناس بالكفر والخروج من الدين واستباحة الأموال والخروج على الظنان هذا خطير شكرا